أعلن رئيس مجلس إدارة شركة غاز بروم أليكزندر ديوكوف أعلن أن الشركة تتوقع أن يتقلب سعر النفط هذا العام في حدود الثمانين دولار إلى المائة دولار للبرميل ومشيرا إلى أن السعر الحالي عادل والسوق متوازنة ولا يوجد نقص في الطلب وأضافة ديوكوف أيضا أن هذا السعر يعتمد على عدد كبير من العوامل في الوقت الحالي ولا نرى نقصا في النفط في السوق وسط الوضع الجيوسياسي الصعب في الشرق الأوسط